الاهلي لازم اسأله السؤال اللي هو اول ما جاء لك الاهلي كان احساسك ايه باول ما سبت الاهلي كان احساسك ايه انا شخصا بحب اعرف الفرق بين الاحساسين لا طبعا يا كابتن النادي الاهلي يعني شرف لأي حد يعني انا مش عايز اوصيف لك يعني بعكس دلوقت يعني انا روحت الاهلي في 2007 بعد برضو عذاب يعني انا 2006 بنفس على هداف دوري وما كانش النادي الاهلي برضو في الوقت ده بيطلب اي حد يعني كان حلمي بالنسبالي حلمي مش طبيعي طبعا لما روحت تاني سانة بقى معهم مع المحلة وكده برضو كنت بنفس على هداف دوري وكده فلما لقيت طبعا النادي الاهلي بتكلمني وان بنسبة جبيرة ان انا كنت موجود معامه وكده طبعا لацию كان موضوعه كان صعبي كان صعب يعني من الفرحة اه طبعا صعب جدا يعني مبسوط جدا وانت موجود في احساس النادي في الافريقيا انا لعبت قصاد النادي الاهلي وانا في الالمونيوم وأنا في النادي الأهلي وأنا في غزة المحلة برضو لأ أنا لما كنت بنزل الألعاب كنت بقى بقولي أنت نفسي بقى زي اللعبة داية يعني كان عندك كان عندك أما أن تطن� quanدي الأهلي في يوم الأيام أنا كان عندي تموح بأكاد عن ساعة ما بدأت لعب الكور يعني أنا كنت أخذها تحدي وكنت حابة بأطلع السلم واحدة واحدة زي نقوله كان عندي تموح أن أنا أبقى ممتاز في نادي البيارز pillar نادي الأهلي يعني أنت أحمد أنت عليك أن المbruك بقى شوية من القلب قلبت الدنيا في أيام المحلة يعني كنت أعتقد كنت هدفت دوري جايب كمية أهداف كبيرة جدا وبعدين دنيا اتقلبت عليك أهلي زمالك دروكبا يروح فين واخترت نادل أهلي جيت لنادل أهلي بعد كده أحمد حسن اختفى إيه السبب؟ رسا كابتن أنا يمكن أنا لعبت في غز المحلة بقول لحضرتك موسمين كنت بنافس في الموسمين على هدف دور الموسم الأول ما فيش ولا أهلي ولا زمالك ولا أي حد يتكلم عليها خلص لأن بقول لحضرتك كانت الأمور صعبة ما كانش بيختار أي حد النادل أهلي يعني كان لما بيختار حد بيبقى مش واحد لعب بماتشين تلاتة وارا بعد كويس فالنادل أهلي يجيبه لا ده بيدور على واحد بيلعب موسم واثنين بشكل كويس فبيبدأ يتعقد معه فأنا لعبت الموسم الأولاني نفست على هدف دوري خدت تاني هدف دوري بعد متعب وفلافيو كانوا هما لتنين وتسعين في الأهداف كانوا 16 16 وانا 12 تاني موسم كان الكابتن علي إبراهيم كان هو هدف الدوري سجل 14 وانا برضو 12 بعد كده طبعا انتقلت للنادي الأهلي والناس فاكرين نادي الزمالك برضو يا كابتن فاكرين نادي الزمالك فوضني والناس جات وبعتت فاكسات والكلام ده فاكسات ابعتت فعلا من نادي الزمالك بعد ما مضيت بعد ما مضيت من نادي الأهلي والنادي الأهلي في تلات يام يا كابتن الموضوع كان خلصان كان عندي معسكر في المحلة كان مباراة دوري ممتاز قبل الموسم ما يخلص باربع مطشاط كده تاريب طبعا المسئولون كلموني قالوا لي ثلاثة يام بالزبط بعد ثلاثة يام لقيت الناس جاية المحلة والأمور بشكل خلاص يومي اه طبعا وده كان شرف لي طبعا